أول مهمة خارجية للحكومة العراقية تبقي بغداد ومستقبلها بجارتها الرياض حديثاً للإعلام الغربي الذي ناقش جولة مبعوث الكاظمي من جهات مختلفة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية وولستريت جورنل أيضاً ترى أن بغداد تسعى لتعزيز العلاقات مع الرياض التي وعدت العراق بالدعم على كل المستويات كما أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الأعلام العراقي من جهته رأى أن الزيارة فتحت الأبواب لعودة العراق للحضن الخليجي والعربي بعد ميل البلاد لسبعة عشر عاماً نحو إيران وسائل الأعلام رجحت أن جولة مبعوث الكاظمي التي شملت الكويت تمهد لجولة أخرى يقوم بها الكاظمي شخصياً للدول الخليجية الصحف العراقية تتحدث أيضاً عن توقعها لإرسال الكاظمي مبعوثين إلى دول خليجية أخرى لفتح آفاق جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأبنية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في بلاده أيضاً الأصوات العراقية الدبلوماسية تحدثت عن توجه عام داخل النخب السياسية فيما اعتبر السفير العراقي السابق في باريس الدكتور غازي فيصل أن بلاده ترغب بتوازن في علاقاتها الخارجية مع الجيران الخليجيين بعد أكثر من 17 عاماً ميس الحربي الحدث ترجمة نانسي قنقر